متى كانت اخر مرة بدلت فيها اشياءك مع الاصدقاء او اي شخص من حولك هل فكرت بممارسات مقايدة في المجتمع بين الجيران الاقارب الزملاء العمال واي شخص يمكن معرفته بتعرف ايضا شو يعني مداكشة او مقايدة يعني في كتير ناس ما بتعرف شو هذا المصطلح شو المقصود فيه اليوم في هاي المحطة رح نتعرف على مبادرة مداكشة في مداكشة التي سيتم اطلاقها الثلاثة القادم مع لورا علاجم المديرة التنفيذية لمؤسسة بيت بيوت في رامال اي سعد صباحك اهلا ني سعد صباحك وصباحك يعني لورا بالبداية كنا نحكي احنا قبل ما نبلش هاي الفقرة انو شو هاي الفكرة ومغان اجاتوا مين طلع بهاي الفكرة خلينا نحكي عنها للمشاهدين اكتر اوكي هلا مداكشة هي مبادرة قام فيها احد زملائنا مع مجموعة من المتطوعين اسمه منه اي مصلح وحسام غوشة تلعوا في هاي المبادرة بعد تبادل شبابي تلعوا فيه برا عن طريق مؤسسة بيت بيوت كانت الفكرة هو انهم يتلعوا فيه مبادرات مجتمعية تفيد المجتمع بشكل عام فهلا مداكشة هي عبارة عن مبادرة للناس بشكل عام على اساس انه تكون هي المنصة اللي يقدروا فيها يبادلوا اشياءهم ممكن انت يكون عندك اغراض قديمة ما بتستخدميها ما بتلزمك بس مش حابة انه ترميها بالزبط هلا فممكن ان يكون في عندك المجال لا تبادليها مع شخص تاني كمان ممكن هو يكون بحاجتها وممكن تلاقي عنده شي تاني هلا كلمة مداكشة بالذات ايجاد علشان احنا بنعرفها بين بعضنا بالشارع مداكشة هي زي مدافشة او بتيجي اكتر للمنافسة صحيح فحبينا نحط روح المنافسة على هاي المبادرة تحت انه الناس لما يجوا يجتمعوا بالمكان ويكونوا يحاولوا يقايدوا على الاغراض تعاونهم سواء كان اكسسوار او ملابس او حتى ممكن في ناس كمان كانوا عمالهم بيجيبوا هامسترز ويبادلوهم مع ناس تانيين على اشياء انتيكة او هيك فهي فكرة حلوة لحتى انه نجمع الناس مع بعضهم يقدر يكونوا لانه بصراحة صارت كتير مناسبات اللي بتجمعنا مع بعض قليلة وكمان موضوع انه مش دايما احنا بحاجة للعملة وللمصاري الكاش حتى انه احنا نتعامل مع بعض يعني زمان على زمان اجدادنا كانوا يبدلوا مثلا كيسة تحين باشي تاني مثلا انت عندك ارض وتزرع مثلا منضارة ويبدلوها باشي فكان زمان عن جد قبل العملة وقبل كل هاي الاشي كانت الحياة انه تبدلي انتي وجارك انتي والناس اللي بنفس البلد فحلو نرجع لهذا الاشي اللي كانت اقرب تخلينا اقرب اجتماعيا مع بعض دعوة نحن نحكي شوي عن الفئة المستهدفة مين هم الناس ممكن يشتركوا في هاي المبادرة هي مفتوحة لجميع الناس لكل الناس بيقدر يشاركوا فيها بيقدر يكونوا جزء منها الدعوة عامة طبعا كان عماله بيجي ناس صغار شباب ناس كبار وكل حدا دائما في عنده الاشي اللي يساهم فيه ويشارك فيه ويحب انه يبادله مع شخص تاني شو الرسالة المجتمعية او الرسالة العامة من هاي المبادرة احنا بدنا نحكي للناس بصراحة انه مش ضروري بس اذا معك مساري انت بتقدر تشتري اشي او تحصل على شي معين لا بتقدر تحصل على اشياء من خلال انه انت اذا في عندك شي بتقدر تبدله مع شخص تاني انا نحاول نلاقي طريقة بديلة لانه الناس يحصلوا على السلع وزي ما حكينا هي احنا ما جبنا اشي جديد هذا الاشي موجود من زمان بس الناس انتقلت لها بترجع تحيوها بالضبط بالضبط انتقلت لها خلاني نحكي عن توقعاتكم من هاي المبادرة هل متوقعين فيه راح يكون فيها الها اثر ممكن تنشروها كمان هي راح تبلش يوم الثلاثة زي ما حكينا ولكن هل فيه مواقع انتشارية ممكن تطبقوها في مدن اخرى كمان صح مزبوط هلا هو يوم الثلاثة هي طبعا هي تجربة لكيف الامور ممكن تكون ماشية وكيف تفاعل الناس مع المبادرة وبيناء عليها احنا راح نعمل اكتر وننشورها ممكن في مناطق التعنيه لانه هيك اشي يعني مرغوب ومحبوب يعني وين يوم الثلاثة اي ساعة بتحديده والمكان عشان الناس اللي بتحب او كيف ممكن الناس انها تشارك ايش مطلوب منها تعمل صحيح هلا بس ما عليهم خليل السكاكيني الساعة ستة هلا ما عليهم غير انهم يجيبوا الاغراض اللي عندهم سواء حكينا اي شي انتيكة اكسسوار شو مكان اواعي اي شي بيزبط اي شي ممكن انه يتبدل يعني وما بتعرفي شو ممكن تلاقي هناك وحلو الواحد يجيب معا الاتزام الحلو ويتشارك مع الناسك كلام حلو ويداكش يعني حلو نتنافس نشوف ايش بنقدر ناخد يعني ممكن تجيب بانتيكة تقدر تاخدي مقابلها اكتر من شغلة يعني صحيح طب خلينا نحكي عن مؤسسة بيت بيوت يعني اول ما بتسمع في بيت بيوت اكيد بالواحد بخطر عباله اشي له علاقة في الاطفال خلينا نحكي شوي عن المؤسسة ونتعرف عليها صح هلا اول اشي خليني احكي عن مسمى بيت بيوت احنا بنتذكر كلمة بيت بيوت من اللعبة اللي كلياتنا كنا نلعبها زمان احنا وزغار احنا فعليا شو كنا نعمل زمان كنا عمالنا نتقمص ادوار لناس كبيرة وبنرتجل وبنجرى بنكون في حذاء دكتور في حذاء الام او الاب او الاستاذ هذا اللي احنا كنا نعمله هلا مؤسسة بيت بيوت اجا تسميتها من هذا الاشي لانه احنا منستخدم ادوات تقمص الادوار الارتجالية ادوات تقمص الادوار الارتجالية واللي هي اداها مهمة كتير تستخدم عالميا يعني في مناطق كتيرة وخصوصا الدول الاسكندرية في اسمها اللارب الارتجال الارتجالي هلا اللارب هو عبارة عن قصة خيالية ولكن احداثها مبنية على قضايا واقعية سواء كانت مجتمعية او سياسية او اقتصادية القصة طبعا بتكون فيها الحبكة مجموعة اشخاص بيجوا بياخدوا ادوار بيلعبوها فيها بس طبعا شو بتفرق التمثيل في هاي القصة الخيالية عن التمثيل في الدراما او حتى في المسرع هناك انت بتكوني قبال جمهور والجمهور طبعا بيقيم الاداء في اللارب التمثيل مش قبال جمهور التمثيل قبال واحد وشخصه يعني فعليا انتي بتحاول تكوني اداء الشخص الاخر لحتى تفهمي ايش الاشياء اللي بفكر فيها يعني انا مثلا اذا انا مش ام بس بلعب دور ام فهون الفكرة بعد ما نخلص احنا من اللعب كلياتها بكون السؤال مش كيف الاداء كيف حسيتي شو انعكاسه على شخصك طبعا اللارب هو زي ما حكينا سيناريو بكون ما في سيناريو فيه حبكات فيه سينز مشاهد ولكن التمثيل جواته ارتجالي يعود للفرد كيف هو بتقمص الدور وكيف يحب يحب ياخده ممكن انعب دور بطريقة وانتي تلعبيه بطريقة تانية وانعكاسه على شخصك غير عن انعكاسه على شخصي فهي عبارة عن رحلة للشخص او للفرد في داخل هاي اللعبة لحتى بدنا نحكي احنا هي عبارة عن شفاء يعني داخلي ومحاولة للإحساس بالآخر هلا احنا هاي الأداء بنستخدمها لحتى ننشر الوعي والثقافة ما بين الشباب زي ما حكينا يحطوا حالهم في حذاء الآخر فبالتالي بيخلق التعاطف ويعزز بنشوف انه بتعزز هي اللي هم سلوكيات او اللي هي الكباسيتي تبعت القرن الواحد والعشرين اللي احنا بنحكي عنها القيادة التعاطف الامباثي كل هذا الحكي وطبعا من خلال لعبنا للارب واستخدامنا لإله هنا محليا وخارجيا طبعا في مجموعة من الناس اكتشفوا مواهب لإلهم في التمثيل اكتشفوا اهتمامات اكتشفوا جانب آخر من شخصيتهم بالضبط ما عمرهم جربوا او حسوا فيه فالتسامح من نحكي والإنكلوجين الاجتماعي زاد بالنسبة لهذول الأشخاص وصاروا بعدين كمان يحبوا يكونوا جزء من العائلة بيت بيوت لحتى يكتبوا معنا هذول القصص يعني احنا في ناس بتيجي وبتلعب وفي ناس بتيجي وبتكتب معنا بتحب انه هي تعبر عن اشي واقعي مشاكل مجتمعية احنا بنمرؤ فيها بيحبوا انه يثيروها وينحكا فيها خلينا نحكي كمان عن نشاطات المؤسسة غير الارب او غير الاشي التمثيلة اللي بتحاولوا تعملوه ايش في كمان نشاطات ثاني اشي احنا بنستخدم ألعاب البورد جيمز واللي هي ألعاب تشبه ألعاب الطاولة اللي المتعارف عليها بس احنا ما نجيب ألعاب تانية هاي الألعاب هي ألعاب استراتيجية هدفها اللي هي تحفيز التفكير تحفيز التنافسية والعمل المشترك أحيانا يعني حسب الألعاب اللي بيلعبوها طبعا تستهدف فئات صغيرة وفئات عمرية كبيرة يعني كل الناس بتقدر تلعبها عملنا أكتر من منشاط بهذا الخصوص عدا عن ذلك في عنا كمان برامج اللي هي التبادل الشبابي برامج التبادل الشبابي كمان هدفها انه هو نعمل التبادل الشبابي ما بين هون وبين الخارج او سواء كان في المناطق الاقليمية في مناطق عربية تانية او حتى في مناطق الحوض البحر المتوسطة الشمالية اللي هم الدول الأوروبية على ثيمز او على مواضيع بتتعلق وبتشبه المواضيع اللي إحنا اللي منتطرق لها وعلى فكرة فكرة مداكة شي كمان اللي هي اللي سوابن كالتر زي ما نحكي بالانجليزي هي كمان اجات كأحد المبادرات للشباب اللي كانوا عمالهم بيطلعوا في برامج التبادل الشبابي اللي كنا منطلع في الشباب اللي بيتطوعوا معنا خلينا نحكي ميق لو انا بدي اجي انضم لهذه المؤسسة هل في وجود شروط معينة عشان انضم للمؤسسة؟ بس شروط قليل كتير اول شرط انو انت يكون عندك حب لتعلم وبدنا نحكي الكيوريوسيتي اللي هي الفضول بالضبط والانفتاح على الناس التانين او الرغبة في الانفتاح والتسامح مع الاشخاص التانين وانو اتقدمي اشي للمجتمع ولحالك وحب انو تعملي بالضبط هل المبادر راح تستمر لاكتر من يوم ولا فقط لا يوم واحد؟ هي لا يوم واحد ولكن مش النهاية زي ما حكينا مش النهاية راح نعمل مرات تانيات ان شاء الله في مناطق تانية يعني مش راح نستهدف مكان تاني او محل واحد راح نستهدف اكتر من مكان واستنونا كمان على مبادرات اكتر مش بس مبادرة انتاكشي طيب من تأسيس مؤسسة بيت بيوت هل لحظتوا فيه تأثير على الشباب اللي انتو عم تستهدفوهم عم بيشاركوا معكم كيف كان تأثيرهم وكمان هم يصيروا يعلموا او يدعوا الناس انو يجوا كمان على بيت بيوت صح طيب انا حاب احكي لكم قصة بيت بيوت بشكل مختصر بيت بيوت هي بلشت بمجموعة شباب اربع خمس شباب وصبايا تلعوا على الدول الاسكندنافية وبالصدفة كان التدريب فيه لعبة لارب احد العاب لارب فهم لعبوا هاي اللعبة لما جربوها حبوها ولما رجعوا على البلد حبوا انو يرجعوا يلعبوا العاب مشابهة لالها هنا بين بعض هذا الحكي في 2011 وبعدين صاروا يدعوا اكتر اصحاب اكتر 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 وصيروا يلعبوا معهم وبلشت المجموعة يعني بحوالي تلاتين شخص لاربع خمس سنين دلت هيك في الالفين وستاش لحد ما انو المؤسسة تسجلت كمؤسسة وبلشت تعمل مصاري وصار في عنا كمان عدد كبير من الناس اللي عمالها بتتطوع بلشنا زي ما حكينا في اربع خمس اشخاص كمتطوعين هلا احنا بنوصل لحد مية متطوع وحاليا نفتح في نوادي خمس نوادي في الدفة الغربية في القدس والخليل ورامالله ونابلس لقلنا عشان نزيد قاعدة المتطوعين اللي بحبوا ينضموا لقلنا لانو زي ما حكينا لكم كان في الاثر على الشباب او حتى الاشخاص اللي عمالهم بتعملوا معنا احنا مش بس الاشخاص الاطفال كمان والكبار بالعمر كله كان فئات مستهدة في العنا ويشتغلوا معنا الاثر اللي انتي بتلاقيه على حالك كشخص عادة الناس كانوا يلاقوه انو بيستاهل يرجعوا يجربوا يلعبوا اكتر لارب لانو هي زي ما حكينا هي رحلة مع حالك ما فيها جمهور ولا في حدا انو يعمل عليك حكم انت اللي بتحكم على حالك شو صعوبات اللي واجهتكم خلال هاي المرحلة الطويلة؟ في شوية صعوبات اول اشي انو الناس تاخدنا بجدية طبعا هو مفهوم اللارب هو مفهوم جديد فلما كنا نوصف للناس انو شوهوك ما كان اش بسهولة الناس تعرف عن ايش منحكي فاكتر كانوا يقدروا يفهموا شو اللي بنحكي فيه لما ييجوا ويجربوا فقنا قلنا تعالوا جربوا ويلعبوا لعبة وشوفوا بعدين ايش بيصير معاكم فكان اكتر يصير اسهل علينا اذا الناس بتيجي وبتلعبوا بتجرب وكمان زي ما حكينا انو الناس تاخد بجدية بالضبط الافكار تعاونا خصوصا انو احنا كنا مجموعة شباب كل اياتنا صغار لسه يعني بلشنا احنا اول العشرين عشان ننشئها المؤسسة كيف هم هل في ربح مادي لإلهم شخصيا او لانه مجرد تطوع يعني كيف المؤسسة او هم هذول الاشخاص عم بيستفيدوا يعني مش رح يعني هل نحكي انو في كتير ناس بتحب تطوع ولكن في المقابل في عندها شغل دائم لإلها فكيف هذول الناس عم بيوفروا هذا الوقت اللي إلهم وانو يتطوعوا بالمقابل ما في عندهم مقابل مادي لإله صح هلأ مفهمو تطوع بيختلف من مكان لآخر حاولنا احنا في بيت بيوت على أساس انو احنا كلاياتنا كمان كان في عندنا تجاربنا وكلاياتنا قبل ما نخلي المؤسسة تكون مؤسسة مسجلة كلاياتنا في عندنا شغلنا وبنشتغل كمان تطوع فالاشي اللي بيخلي الناس انو هي تكمل وتطوع في الاشي اللي عمالنا بنشتغل فيه هم جانبين الجانب الاول واللي احنا بالنسبة إلنا هو اهم جانب اللي هو العمل البشري الشخص اللي بيتطوع عنا اول اشيه زي ما حكينا هو بيبني القدرات الشخصية تبعته في مجال القيادة في مجال حتى إدارة الأعمال في مجموعة من الألعاب إلها علاقة بالإيكونوميك وفي البزنس وبتقوي شخصية الفرد بيقدر تستاند أب قدام اي حدا ويقدر يعبر عن حاله وعن شخصه تاني اشي اللي بتطوع مع بيت بيوت بيت بيوت بتعتيه شهادة على انو تطوع معها يعني احنا الناس اللي من الجامعات اللي بكون في عندهم ساعات عمل تطوعي كمان احنا استغطبناهم كنا عمالنا بنعطيهم ساعات عمل تطوعي فبالتالي بروفايل الشخص او نحكي السيرة الذاتية للشخص هي حتى لو ما كان عماله بياخد مقابل العمال اللي بيشتغله زائد انو في ناس كتير كانت حتى انا شخصيا يعني الشي اللي حلو كان في العمال التطوعي كنا عمالنا بنوصل لمناطق ولا يمكن عمرنا فكرنا انو احنا ممكن نوصلها مناطق بعيدة الناس اللي عايشن في المدينة ما كانوا رح يصلوها ولا رح يوصلو ولا رح يشوفوا ممكن المشاكل اللي عملهم بمرقوا فيها لكن الناس فبيت بيوت كانت فرصة لهادول الناس على اساس انهم ينطلقوا ويشوفوا اماكن تانية مناطق حلوة ببلدنا ومناطق كمان مهم شي ويحسوا من الناس التانيين زائد الجانب التاني هلا هذا الجانب الشخصي اللي المتطوعين بيستفيدوا منو الجانب الثاني هو الجانب المادي هلا احنا بشكل عام الانشطة طبعتنا مش مدفوعة بنركز فيها على الشخص نفسه ولكن في احيان احنا بناخد فيها سب كونتركت من مؤسسات او حتى من شركات فمنحكي لهم انهم هم يجوا ويشتغلوا معنا ويساعدونا طبعا احنا هذا بنطلع عليه انه هو يوم عمل بياخدوا لقاء مقابل هذا العمل بالزبط لهذا اليوم فبالتالي بيجمع ما بين العمل التطوعي اللي هو مقابل مش لا شيء مقابل بناء الشخصية وكمان الايام اللي احنا بنعمل فيها اشي فيه بيزنس بيرجع على المؤسسة احنا بنشاركهم فيه جميل رسالتك الاخيرة في نهاية هذا اللقاء رسالة الاخيرة اول اشي انا بحب انه الناس ترجع اتفكر في البدائل المجتمعية اللي ممكن تجمعنا مع بعض وترجع وتأسس وترجع وتقوي الاصول تاعتنا احنا المجتمعية الحلوة زي هاي المبادرة وزي غيرها كمان اللي بحب يتطوع معنا الباب يتطوع مفتوح دائما زي ما حكنا الشروط كتير سهلة بس عليه الشخص انه هو يكون بيرغب في هذا الاشي بقدر يكون معنا في عائلة بيت بيوت شكرا لك لورا علاجمة المديرة تنفيذي مؤسس بيت بيوت في رمو الله شكرا لكم والله يسبحكم في الخير خلينا نروح مشاهدين على الفاصل ومنكمل ثاني محطاتنا لهذا الصباح اشتركوا في القناة